بسم الله نارد ان شاء الله هناخد المجموعة السادسة من اسئلة التراقي الخاصة بزملاء المعلمين اول سؤال بيقول التأكد من صحة التفكير ودقة التخطيط وكفاءة التحضير لعملية التنفيذ ده بيطلق عليها ايه المتابعة والتقويم رسالة المؤسسة تنفيذ الانشطة التخطيط الاجابة صحيحة المتابعة والتقويم من مقومات التخطيط توفير المناخ العام الذي يتقبل التخطيط دعم وتأييد القادة الاشتراك في عملية التخطيط كل ما سبق الاجابة صحيحة كل ما سبق تعد القدرة على التعامل مع المواقف الحارجة والمشكلات الطريقة من المهارات اللازمة للمدرب طبعا عبارة صحيحة يستخدم برنامج العروض التقديمية فيه اللي هو الباور بويند اجراء العمليات الحسابية انشاء قواعد البيانات عرض الدروس في الفصل انشاء الجداول الالكترونية. الاجابة الصحيحة عرض الدروس في الفصل. يتم تخزين البيانات وارسالها في الانترنت من خلال المواقع الالكترونية البريد الالكتروني السحابة الالكترونية اللي بيسموها كلاود. طبعا اجابة الصحيحة السحابة الالكترونية. الجودة الشاملة هي ايداء العمل باسلوب صحيح مدقن وفق مجموعة من المعايير التربوية الضرورية لرفع مستوى جودة المنتج التعليمي باقل جود وتكلفة. طبعا عبارة صحيحة. من فوائد تحقيق الجودة الشاملة في التعليم التأكد من جودة نواتك التعلم المباشر وهي الطالب. عبارة صحيحة. لان الناتج الاساسي من عملية التعليمية هو الطالب. خصائص الرؤية تخاطب العاملين بالمؤسسة على المستوى العقلي والادراقي فقط. عبارة خاطئة. خصائص الرسالة الجيدة ان تستخدم طرق تحفز الافراط لتحقيق الاهداف المطلوبة. عبارة صحيحة. تطلق على العملية المنظمة والهادفة والدورية والمستمرة لجمع وتحليل بيانات للتحقق من مدى. التقدم نحو تحقيق النتائج المرجوة منه عملية التقييم المتابعة القياس المؤشر. الاجابة الصحيحة المتابعة. هي عملية تشخيص وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف لتحديد الوضع الراهن. الاختبار المتابعة التقييم القياس. الاجابة الصحيحة التقييم. اداء لقياس التغير الناتج من تداخلات الجهود مقارنة بما كان مخططا. الجودة. الانتاجية. المؤشر. التوثيق. الاجابة الصحيحة المؤشر. كل مما يلي من اهداف تقييم الاداء للمعلم ما عدا. يبقى هو هنا مش عايز اهداف تقييم الاداء للمعلم. هبقى عايز ليه ما عداها. لخلي بالنا من سيغة السؤال. التعرف على متطلبات المعلم للتدريب وتطويره. تسهيل عملية الاتصال بين الادارة والمعلمين. معرفة الاسباب التي تؤدي للتأخر في تقديم المهام المطلوبة. الاعتماد على الاراء الشخصية في تقييم المعلمين. طبعا اللي بتخرج من اهداف تقييم الاداء للمعلم هي الاعتماد على الاراء الشخصية في تقييم المعلمين. كل مما يلي محركات بحث مع عدا. الفيسبوك جوجل كروم متصفح لانترنت. طب احنا عارفين جوجل كروم متصفح لانترنت سبلورة القديم. دي كلها متصفحات. مع عدا اول واحد هو الفيسبوك دوت ايه موقع الكتروني وليس محرك بحث. يبقى الاجابة هي الفيسبوك. يتطلب كتابة ناص بردنامج وورد اللي هو مايكروسوفت وورد. عبارة صحيحة. مراعاة الفروق الفردية تقتضي ان توحيد الاسئلة. تنوع الاسئلة. سهولة الاسئلة. طبعا تنوع الاسئلة. من اهم الاجهزة التي تكون في الفصل الزكي. المقعد السجاد. السابورة الزكية. طبعا هي السابورة الزجية. سمارت بورد. من صفات طريقة التدريس الجيدة ارتباطها بأنظمة التعلم ونظرياته. عبارة صحيحة. تنوع وسائل التقويم وتكاملها تعتبر من مواصفات التقويم. انواع التقويم وسائل التقويم. الاجابة هي مواصفات التقويم. يعد الوديو كونفرنس وسيط لتبادل المعلومات بين المعلمين. عبارة صحيحة. وبكذا انكوين انتهينا من المجموعة الستة من اسئلة التركي. اتمنى لجميع زمالين المعلمين التوفيق. ودنسوش تعملوا اشتراك بالقناة وتعالوا الجرس عشان نشوفوا الفيديوهات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.